اليمن الرئاسة وشرعية المكان موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة أرحب بضيفينا معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي اليمني محمد جميح ومعنا من بيروت الإعلامي والكاتب الصحفي اليمني علي الزهري أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ محمد سبدا معك مساء الخير إذن البعض يقول أن الرئيس عبدرب منصور هادي قلب الطاولة كما يصفه البعض على الحوثيين بانتقاله ومغادرة صنعاء والتوجه إلى عدن والإعلان من هناك عن أن ما قام به الحوثيون أنصار الله غير شرعي وأنه بشكل أو بآخر ما زال رئيس الدولة ما الذي يعنيه أو ما الذي تعنيه خطوة الرئيس هادي الانتقال إلى عدن والإدلاء بمثل هذه التصريحات والقيام بكل هذه الاجتماعات طبعا قلنا أكثر من مرة أن الرئيس هادي قام بخطوتين مهمتين الخطوة الأولى هي استقالته التي أسقطت الغطاء السياسي عن الانقلاب الحوثي والخطوة الثانية التي حصلت أمس عندما خرج من صنعاء وذهب إلى عدن واستعاد شرعيته وشرعية النظام السياسي كيف استعاد الشرعية؟ بعد الفراغ الدستوري الذي كان كيف لم يستعاد الشرعية؟ ولم يستعدها إنما أكد عليها لأنه رئيس شرعي بالمبادر يعني هو الرجل تقدم باستقالته سأتي إليك هو استقال وإلى حد الآن لم يبت في استقالته من قبل مجلس النواب ودستوريا لا يزال هو الرئيس لأنه لم يبت في الاستقالة ثانيا هو رئيس لأن حتى مجلس النواب وشرعية الرئيس وشرعية مجلس النواب هي تستند إلى المبادر الخليجية التي توافق الناس والتي بنى الحوار الوطني على أساسها وبالتالي المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والمجتمع المحلي لا يزال ينظر إلى الرئيس هادي على أنه رئيس شرعي بانكيمون قبل أسبوعين صرح بأنه ينبغي رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس الشرعي بيان مجلس تعامل الخليجي قالوا أنهم لن يتعاملوا مع الانقلاب وأن الشرعية في رأس الدولة بالرئيس هادي والحكومة المظاهرات رأيتم كيف خرجت ضد الانقلاب ورأيتم كيف ابتهج الناس في كثير من مدن اليمن بخروج هذه من تحت الإقامة الجبرية التي ينفيها الحوثيون بالطبع لكنها كانت حقيقية واقعية لأنه تحت هذه الإقامة لم يستطع أن يتصرف وأجبر على الاستقالة ولذلك عندما كان في البيان الرئاسي الذي أصدره أمس قال بأن أي إجراء بعد يوم 21 سبتمبر من العام الماضي يعتبر لاغيا بما في ذلك الاستقالة التي فهم من خلال كلامه ذلك بأنها كانت تحت الإقراع ولذلك قال أنها لاغية إذن حتى لو عرض الأمر على مجلس النواب فإن المسألة أصبح الرئيس هادي اليوم مارس مهامه الرئاسية انتقل إلى عدن مجلس النواب حتى لو عرض عليه الأمر فإن هناك نوع من عدم التضاح الرؤية والتوافق داخل إطار المؤتمر الشعبي العام الذي يسيطر على مجلس النواب هناك من يقول بأن تمرير استقالة الرئيس هادي عبر مجلس النواب ستصب في صالح الحوثيين الذين سيملؤون الفراغ الدستوري والسياسي وهناك من يقول بأنه من الأفضل أن لا تمرر هذه الاستقالة لأن ربما يكون في إبقاء الإبقاء على شرعية هادي من هذه النقطة نوع من التواصل مع هادي لأنه في الأخير هو أحد أعضاء وقياديي المؤتمر الشعبي العام سأنتقل إلى بيروت مع الأستاذ علي الزهري مساء الخير أستاذ علي مرحبا بك معنا ما رأيك هل بالفعل توجه الرئيس عبد الرب ومنصور هادي إلى عدن هو بمثابة تعزيز لشرعيته الآن هناك الكثير من المحافظات التي تقف إلى جانبه هناك الكثير من الأحزاب السياسية التي تدعمه هناك توجه شعبي بشكل عام أيضا يدعم الرئيس هل بالفعل قلب الطاولة على أنصار الله ووضعهم في وضع يعني لا يحسدون عليه مساء الخير عليك وعلى المشاهد الكرام وعلى الأستاذ محمد جميل كل الشعب اليمني كان مع الرئيس هادي وخرجنا لانتخابه في الواحد والعشرين من انتخابنا الرئيس هادي لكن الرئيس هادي كان وفقا للمبادرة الخليجية سنتين ويقوم خلالها بإجراءات معينة لنقل السلطة الرئيس هادي خلال هذه السنتين فشل فشلا ذريعا في تنفيذ ما توافق عليه الناس وفقا للمبادرة الخليجية المزمنة بعد ذلك تم تمديد له حتى يوم أمس خلال هذا العام فشل الرئيس أيضا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لنقلة السلطة وفقا للمبادرة الخليجية إذا تحدثنا عن شرعية الرئيس هادي وفقا للمبادرة الخليجية فإن شرعيته انتهت يوم أمس والرئيس هادي كما يتحدث الإعلام اليمنى أن الرئيس هادي هرب يوم أمس وقلب الطاولة على أنصار الله الرئيس هادي لم يهرب يوم أمس هروب الرئيس هادي كان يوم أن قدم استقالته وخذل الشعب اليمني وخرج من المشهد السياسي والشعب اليمني في وضع حرج جدا كان يريد أن يهرم من تحمل المسؤولية هرب يوم أن قدم استقالته ووضع اليمن في فراغ سياسي وفراغ دستوري كبير كيف وضع اليمن في فراغ؟ الرئيس عبد الرب منصور هادي كان تحت تهديد السلاح والبعض يقول أن الاستقالة هذه ربما أجبر على تقديمها يعني هناك عندما تقدم الرئيس باستقالته والحكومة حكومة الكفاءات أيضا كان هناك قوة أمر واقع قوة فرضت نفسها بقوة السلاح على الأرض كيف يمكن للرئيس التصرف في مثل هذه الحالة؟ نعم ما الذي دفع أنصار الله وغيره من القوى إلى محاصرة الرئيس مثلا؟ الرئيس تنصل عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم توافق عليها ومضى منفردا مع بعض القوى لفرض ستة أقاليم وهذا لم يتوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الرئيس الجمهورية تنصل عن تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي وقف على كافة الأطراف السياسية وكان إلى جانب المبادرة الخليجية وإلى جانب مخرجات الحوار الوطني المخرج السلمي لكافة أبناء الشعب اليمني الرئيس تنصل من مسؤولياته وفرض على هذه القوى بعد أن شعرت بالمماطلة من الرئيس سادي وأنه يلبي رغبات بعض القوى الداخلية والخارجية في عدم إشراك أنصار الله وقيرهم من القوى السياسية الناشئة في إشراكهم في السلطة فتم الضغط على الرئيس سادي ولكن الرئيس سادي بدلا أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه قام بخطوة استباقية وقدم استقالته مع استقالات الحكومة حتى يضع أنصار الله أمام فراغ السوري ويحرجهم أمام الرأي العام ويقول أنها حركة ناشئة وقير ممؤسسة وأنها تفتقر إلى الخبرة السياسية وأنها ستفشل في إدارة البلاد وأن قيادة أنصار الله ستعود لترجي الرئيس والحكومة إلى أن يعودوا لأن يمسكوا مقاليد السلطة ولكن هذا لم يحصل أنصار الله أخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية وقاموا بإعلان الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية بعد أن قدم استقالته وبعض القوى السياسية تواصلت مع الرئيس سادي وطلبت منه العودة عن استقالته فرفض وقال أن استقالته نهائية الآن الرئيس سادي خارج المشهد السياسي هو انتقل من منزله في صنعاه إلى منزله في عدن وهذا أمر طبيعي ولن يغير في المشهد شيء القوى السياسية بتصريح جمال بن عمر يقول أن القوى السياسية اتفقت قبل أيام على سيقة نهائية لوضع السلطة التشريعية في البدد ولا زال هناك حوارات للمجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة إذن القوى السياسية الآن تتحاور في الموفمبيك وقد طويت صفحة هادي الرئيس هادي الآن رئيسا سابق وتحرك من صنعاه إلى عدن وهو مواطن انتقل من منزله إلى منزل آخر وهذا لا يبقى دمول آخر طيب دكتور محمد ما رأيك هل بالفعل أنه لن تغير المسألة يعني ذهاب الرئيس إلى عدن وإطلاق هذه المواقف لن يغير من المشهد السياسي شيئا وأن صفحة طويت كما قال الأستاذ علي الاجتماعات الحوار ما زالت منعقدة اليوم على ما أعتقد كان هناك اجتماع برعاية السيد بن عمر إذن مسألة هذه المواقف التي يطلقها الرئيس عبد الربو منصور هادي لن تقدم ولن تؤخر كما يقول البعض ما رأيك دعني في البدا أقول إلى أن أمسي على ضيفك الكريم من بيروت بالتحية الأجمل وأقول بأن الرئيس هادي لم ينتخبه الحوثيون فلماذا يقول ضيفك نحن خرجنا وانتخبنا الحوثيون معروف أنهم حاصروا الدوائر الانتخابية في صعدة وفي الأماكن التي كانوا يسيطرون عليها ولم ينتخبوا الرئيس هادي إذن هذه نقطة النقطة الأخرى عندما يقال بأن الرئيس هادي خذل الشعب الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتسمية رئيس وزراء كان مدير مكتبه السابق أحمد عوض بن مبارك ثم يعترض الحوثيون عليه ويضطر رئيس هادي إلى سحب قرار التعيين ويصدر قرار جديد بتعيين رئيس وزراء آخر تحت بموافقة الحوثيين هل يمكن لأي شخص ليس رئيس جمهورية يحترم نفسه أن يظل في هذا الوضع الأفضل والأشرف والأنبل والأجدى وطنيا للرئيس هادي في عهده قبل شهر أن يقدم استقالتهم لأن الحوثيين كانوا إنما يريدون منه أن يشكل لهم غطاء سياسيا لتحركهم على الأرض لتصبح لدينا حالة في اليمن أشبه ما تكون بالحالة اللبنانية لدينا رئيس شرفي والقوة الفعلية لأنصار الله كما في لبنان لديهم رئيس شرفي والقوة الفعلية لحزب الله لا هذه المسألة أسقطها الرئيس هادي باستقالته كما أنه استعاد وأكد على شرعيته بخروجه من صنعام فيما يخص أن الاتفاقات الرئيس هادي أنا لا أدافع عنه لكن فيما يقول ضيفك أنه تنصل عن الاتفاقات أنا أذكر فقط اتفاق واحد السلم والشراكة الذي في الأصل فصل على قياس الحوثيين وجاء الحوثيون بالفرقاء السياسيين بالقوة في ليلة 21 سبتمبر الماضي ليوقعوا بالإكرار على هذا الاتفاق الاتفاق السياسي هذا السلم والشراكة يقضي بأن يسحب الحوثيون مسلحيهم من العاصمة صنعاء ومن الدوائر الحكومية بمجرد تسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة شكلت الحكومة المستقيلة حكومة المهندس بحاح التي كان يفترض أن يشكلها بالمبارك ولم ينسحب الحوثيون من صنعاء بالعكس ذهبوا إلى مورا صنعاء إلى دمار وإلى أب وإلى البيضاء الالتفاق يلزمهم بتسليم أسلحة الجيش لم يسلمها استولوا على مؤسكرات أخرى الاتفاق يلزمهم بعدم التدخل في إدارة الدولة لم ينفذوا ذلك واستولوا على مؤسسات إدارية أخرى إذن لا ينبغي للحوثيين هم آخر من يتكلم عن الاتفاقات لأنهم أول من يخلقوها قبل أن يجف حبرها بالنسبة للاتفاق الذي يجري الآن أو الحوار الذي يجري الآن في صنعاء بين الفرقاء السياسيين وأن الرئيس هادي أصبح خارج المشهد هذا كلام مغالطة واضحة أو ربما أن نظيفك الكريم من بيروت لم يصل إليه الخبر الأخير الذي فيه أن جمال بن عمر أجر اتصالا هاتفيا قبل ساعات بالرئيس هادي وبحث معه الأوضاع السياسية في البلاد وجمال بن عمر هو مبعوث دولي بمعنى أنه عندما يتصل بالرئيس هادي فهذا اعتراف من المجتمع الدولي بشريعية الرئيس هادي ناهيك عن أن بانكيمون قبل أسبوعين قال بأن الرئيس هادي والرئيس الشريوع الحوثيين أن يرفعوا الإقامة الجبرية عن مجلس تعامل الخليجي قبل أسبوعين يصدر بيان يعترض فيه على الإنقلاب وسمى الإنقلاب الحوثي في صنعام ويصر على شرعية الرئيس هادي القرار الأخير لمجلس الأمن رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي رئيس الشرعي المنتخب من أسقط هذه الشرعية ثم نقطة آخيرة بالنسبة للتمديد عندما يقول ضيفك الكريم مدد للرئيس هادي أعتقد أن ضيفك الكريم مجل هذه المسألة أين هو النص الذي قال بالتمديل للرئيس هادي مدة عام آخر حتى يقول الحوثيون أن ولايتهم انتهت اليوم من 21 فبراير لا لم يكن كذلك الرئيس هادي رئيس انتقالي حسب المبادرة الخليجية إلى أن تأتي تنتهي المرحلة الانتقالية بانتهاء مهامها الحوثيون هم الذين أطالوا أمد المرحلة الانتقالية بعدم تنفيذهم للاتفاقات الموقعة يا سيد الكريم اليمنيون جميعا يعرفون أن الحوثيين لا يلتزمون باتفاق وأنهم إنما يجعلون هذه الاتفاقات رقعا سياسيا دكتور محمد ورحة فكرة خلينا ننتقل إلى الأستاذ علي لأسأله عن السيناريو الذي كما يقول البعض أن ذهاب الرئيس هادي إلى عدن ربما يكون جزء من اتفاق بينه وبين جماعة أنصار الله وجزء من المخطط طبعا ندخل منظرية المؤامرة في الموضوع وتقسيم اليمن بحيث أن الحوثيين يسيطروا على المناطق الشمالية ويأولي الحكم في جنوب البلاد إلى الرئيس هادي باعتباره من تلك المنطقة ما رأيك؟ نعم أولا أنا أقول أستاذ محمد أنا أحد من رشحوا الرئيس هادي لا أتحدث عن الحوثيين في صعدة أنا قلت اليمنيون ذهبوا لترشيح الرئيس هادي كالرئيس انتقالي بعد الثورة وفقا للمبادرة الخليجية فيما يتعلق بإعلان الرئيس الجمهورية تسمية أحمد مبارك رئيسا للوزراء كان هناك اتفاق أن يكون شخص رئيس الوزراء شخصا توافقيا توافق عليه كافة القوى السياسية الرئيس الجمهورية فرض هذا الاسم ومن الطبيعي أن تعترض بعض القوى وتسقط هذا الاسم حتى يتم تشكيل حكومة توافقية بتوافق كافة الأطراف السياسية فيما يتعلق بنظرية المؤامرة أو اتفاق مع أنصار الله إذا أنصار الله هم الحامل السياسي لثورة الواحدة العشرين من سبتمبر وتواتوا مع الرئيس هادي مثلا أو هناك اتفاق لتقسيم اليمن فإن اليمنين جميعا سينقلبون على أنصار الله من في اليوم مع أنصار الله اليوم في الشارع ما هي الجهات التي تدعم تحرك أنصار الله اليوم في اليمن بقية اليمنين المستقلين وبقية التيارات الصاعدة غير الأسبب الإصلاح مثلا والمؤتمر الشعبي العام غير المؤتمر الشعبي العام أحزاب الناشئة وتيارات يصاري هناك اتهم أن المؤتمر الشعبي العام الشعب اليمني ليس برمته متحزبا هناك عامة الشعب اليمني الذين خذلتهم الأحزاب السياسية العثيقة وتنصرت عن حمل قضاياهم الوطنية خرج الناس في ثورة فبراير وخرجنا جميعا مع القوى السياسية وكان الحامل السياسي في تلك الفترة لقاء المشترك وعلى رأسهم حزب الإصلاح لكنهم خذلونا جميعا وذهبوا للتحاصص مع نظام صالح وعطوها الحصانة ولم يرتفتوا حتى إلى جرح الثورة وإلى الشهداء جرح الثورة كانوا على قارعة الطريق ولجعوا إلى المحاكم لإستسدار قرارات وأحكام شرعية لا جعوب لأنا سؤال وأضطر الناس أن يقوموا بثورة 21 سبتمبر لتصحيح مسار ثورة فبراير من الذي قرر القيام بما تصفه ثورة 21 سبتمبر غير جماعة أنصار الله من الذي قرر ذلك أنصار الله وبقية أبناء الشعب اليمني أنا سأل تقديم لا تجبني على السؤال الشارع مليء بالمواطنين المستقلين وبقية أبناء الشعب اليمني وإذا تريدون أن من خرجوا جميعا هم من أنصار الله فلكم ذلك الذين نزلوا إلى الشارع هم من أنصار الله أو من المستقلين لكنهم جزء كبير وشريحة كبيرة من الشعب اليمني وجدت أن الأحزاب السياسية التي خرجت معها وتشاركت معها في الثورة ضد نظام صالح خضرتها وتحصت مع نظام صالح وأنها لم تقدم ولم تؤخر وحكومة الوفاق الوطني لم تقم بدورها في تحسين وضع المواطن المعيشي وأنها خضرت الجرحة وأنها لم تقم بتنفيذ الاتفاقات حتى ينهو المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية بسنتين وينظموا انتخابات برلمانية ورئاسية ويتم تسليم السلطة سلميا بعد ذلك طر الناس للخروج إلى شارع دعني أستعرض أستاذ علي وأستاذ محمد بعض المشاركات من المشاهدين إياد هيثم يقول عدن ستكون عاصمة الجنوب والوحدة انتهت عمليا بسيطرة الحوثي على الشمال وهدي على الجنوب إسماعيل محمد يقول خروج عبد الرب ومنصور هادي من صنعاء عاد اليمن إلى نقطة الصفر صالح بن علي يقول نقل العاصمة إلى عدن سيسهل للحوثيين استعادة دولتهم ويزيدهم إصرارا على الانفصال حكيم عامر يقول على القوى الإقليمية دعم الرئيس هادي ماديا وعسكريا لإنهاء الأزمة في اليمن إيهاب يعقوب يقول اليمن وضعت بين مطرقة القاعدة وسندان الحوثي غريب اليمني يقول على الحوثيين الالتزام باتفاق الشراكة الوطنية حسن المقدس يتساءل ما الدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية في تسليم اليمن للحوثيين وصالح سأطرح عليك هذا السؤال الدكتور محمد بعد شوي ولكن هناك أيضا عدد من التساؤلات كيف زادت قوة الحوثيين فجأة وهل هناك من يراقب الحدود والسواحل اليمنية دعني أسألك بداية عن سيناريو نظرية المؤامرة الذي طرحناه قبل قليل الرئيس عبد الرب منصور هادي انتقل إلى عدن الأمور ستقول بشكل تلقائي إلى تقسيم اليمن شمالا للحوثيين وجنوبا سيعزز الرئيس عبد الرب منصور هادي سلطته في هذه المنطقة ما رأيه؟ دعني فقط بعض الملاحظات السريعة فيما يخص الإحالة على أن الحكومة الوفاق فشلت في رفع المعاناة على المواطنين هذا صحيح وكان فيها فساد ويمكن أن نقول فيها ما نقول من الآن إلى الصباح لكن كيف هي أوضاع الناس تحت النظام الحوثي اليوم؟ هل هي أفضل ما كانت عليه بالأمس؟ ثم أن الفاسد لا يمكن أن يغير فاسد لا يمكن أن يذهب فاسدين في فاسدين حكاية جرحة الثورة الذين لم تلتفت لهم الحكومة اليوم مساجين الثورة التي كانوا من أيام 2011 لا يزالون في السجون لم يخرجهم الحوثيون ثم أن الشباب الذي خرج 2011 هو اليوم يخرج ضد الحوثيين والحوثيون قد رأينا كيف يتعاملون معهم حتى أن الكثير منهم مات في السجون تحت التعذيب وأظن أن ضيفك الكريم يعرف الأسماء الذين ماتوا وقد شيعهم اليمنيون الأسبوع الماضي يا رجل الحوثيون يتحدثون باسم الثورة وهم دخلوها ليركبوا عليها ليركبوا على موجتها بالنسبة لوضع من هم مع الحوثيين ولم يجب عن هذا السؤال قال الإصلاح والمؤتمر وهذه فريا الإصلاح اليوم طلع ببيان أمس واضح يقول أنه يؤيد الخطوة التي اتخذها الرئيس هاري وأنه يقف إلى جانبه المؤتمر الشعبي العام بدأ الآن ينأى بنفسه عن الحوثيين وعن المركب الغارق الذي يجدون أنفسهم فيه الناصريون انسحبوا من الحوار الحزب الاشتراكي اليمني أدانا لانقلاب من هم حلفاء الحوثيين إذن؟ الذين فجروا دور مكاتبهم أم الذين اعتقلوا أعضاءهم ليس الحوثي حليف إلا بندقيته طيب أعود إلى الأستاذ علي وسأطرح نفس السؤال على الأستاذ محمد إلى أين تسير الأمور؟ لدينا حوالي دقيقتين إلى أين تتجه الأمور الآن بعد ذهاب الرئيس إلى عدن؟ هل سنشهد أمر واقع جديد؟ أما هو السيناريو المطروح أستاذ علي برأيك؟ أنا أتمنى أن الرئيس هادي يكون جزءا من الحل لا يكون جزءا من المشكلة أنا أخشى أن يكون الرئيس هادي يقوم الآن بتنفيذ أجندة خارجية لخلط الأوراق في اليمن هناك قوى إقليمية لا يرغلها أن يكون اليمن ينعم بالأمن والاستقرار وهي من أجهضت ثورة فبراير ويتحاول إجهاض ثورة سبتمبر الآن الرئيس هادي قدم استقالته وعليه أن يكون عند كلمته وعلى القوى السياسية في المفنبك أن تواصل الحوار لتخرج اليمن من هذا المأذر الرئيس هادي يجب أن يكون جزءا من الحل كما قلت لا يجب أن يكون جزءا من المشكلة وأن يخلط الأوراق في هذا الظرف اليمنيون سيموا هذه الأوضاع ومراحل الانتقالية المتعاقبة فيما يتعلق ببقية الأحزاب السياسية التي انسحبت من الحوار وأنصر مدوا أيديهم لكافة القوى السياسية من يريد أن يتحمل مسؤولية إنقاذ الوطن وأن يخرج اليمن من مأزقه فأهلا وسهلا به ومن لا يريد فلينأى بنفسه على أن يكون نأيه إيجابيا وأن لا يكون في صف المعادي للوطن والقواء الخيرة في اليمن دكتور محمد ما رأيك في الدقيقة المتبقية إلى أين تسير الأمور اليوم ضيفكم قال أن الرئيس هادي خرج عن المشهد السياسي تماما والآن يناقض نفسه يقول عليها أن يكون جزءا من الحل كيف يكون جزءا من الحل وخرج من المشهد السياسي ثم تنفيذ أجندة خارجية تصور الحوثيين تحدثون عن أجندة خارجية هم الذين ينفذون أجندة خارجية إيرانية معروفة لكن في تصوري الشخصي أن اليمن اليوم أمام خيارين إما أن يتراجع الحوثيون عن انقلابهم خطوتين وثلاث خطوات إلى الوراء من أجل استثباب وتطبيع العملية السياسية أو أن يركبوا رؤوساهم ويواصلوا الحل العسكري معتمدين على قوتهم وفي هذه الحالة كل اليمنين أقوية وسيلجون إلى السلاح والكرة أعتقد في مرمى الحوثيين الرئيس هادي اليوم يمتلك التأييد الشعبي يمتلك التأييد الإقليمي يمتلك التأييد الدولي وهو مسيطر أيضا على مناطق الطاقة في الجنوب ولديه الحزام القبلي الذي يحول بين الحوثيين وبين الجنوب الموجود في إقليم سبا وقد أعلنت القبائل هذه بالأمس في بيان واضح أنها تؤيد الرئيس هادي وأنها ضد الإنقلاب وطالبت الرئيس هادي بأن ينقل الحوار إلى مدينة أخرى وهو ما تم اليوم مناقش جمال بن عمر الرئيس هادي وطلب منه هادي اليوم قبل ساعات بأن ينقل الحوار إلى مدينة أخرى مثل تعز أو عدن شكرا جزيلا لك الدكتور محمد جميح الكاتب والباحث السياسي اليمني كان معنا من لندن وشكرا لضيفنا من بيروت الأستاذ علي الزهري الإعلامي والكاتب الصحفي اليمني موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية نلتقي على رأس الساعة